السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتوفيق للجميع ان شاء الله بدأ نهاية سباق 5000 متر رجال دورة الالعاب العربية بالجزائر وهران 2023 زي ما احنا شايفين اكثر من 8 عدئين او 10 عدئين مشاركين في نهاية سباق 5000 متر زي ما احنا عارفين البحرين المغرب الجزائر البحرين الجزائر فلسطين المغرب بالتوفيق لجميع ان شاء الله لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق مع تحيات كابتن وليد عبدالغني منفسة قوية جدا بين العدئين من سيفوز بالدهب من سيتوج بالمديلية الدهبية من سيهديها الى المنتخب زي ما احنا شايفين في المقدمة حتى الان البحرين يليه المغرب يليه الجزائر يلا يا ابطال عايزين نشاهد منفسة قوية جدا بين العدئين على ما احتكت شايف الرتم الرتم يسابت طبعا زي ما احنا عارفين دورة الالعاب العربية بالجزائر وهران الفين تلاتة وعشرين ونفسة قوية جدا بين العدئين من سيتوج بالدهب سباق خمس تلاف متر يقطح العداء في اتناشر دورة ونصف حول الملعب وتدرج ضمن المسافات الطويلة التي تدرج ضمنها ايضا التلات تلاف متر والعشر تلاف متر هذا المسافة تحتاج لقدرة تحمل وقدرة سرعة وتكنيك الرقم الكياسي حتى الان في حوزة الاسيوبي اتناشر دقيقة خمسة وتلاتين سانية منذ سبعة وتلاتين عام الفين واربعة بينما الرقم الكياسي للنساء بحوزة الاسيوبية اربحتاشر دقيقة حداشر سانية منذ خمستاشر سنة من سيفوز بالذهب زي ما احنا عارفين سباق اكسر من رائع سباق خمستلاف متر يلا هنشوف منافسة قوية جدا بين العدائين المقدمة بحرين المنتخب البحرين في المقدمة والمنتخب المغربي ومنتخب فلسطين زي ما احنا شايفين امامنا منافسة قوية جدا بين العدائين من سيفوز بالذهب حتى الان في المقدمة اللاعب البحرين يا لي اللاعب الجزائر يا لي المغرب تسع عدائين مشاركين انا شايف المقدمة بحرين حتى الان يا لي الجزائر والمغرب منافسة قوية جدا بتوفيه للجميع ان شاء الله لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق مع تحيات كابتن وليد عبدالغني زي ما احنا شايفين تراكم من هذا الحدث العظيم سباك اكثر من رائع وتنظيم في البلد الشقيقة وهران الجزائر هتقول السباك ده ممكن يخلص كام هقولك ممكن يخلص 14 10 14 30 لحد الان عد 10 دقائق واللعيبة كلها بلوك واحد من سيفوز ويتوج بالمديلية الزهبية الرتم سابت وعلى محتقد هنشوف منافسة قوية جدا اخر لفتين السرعة والقوة والتحمل يفرط سيطرته على السباك خمس تلاف متر العدائين بلوك واحد ماشيين مع بعض وزي ما احنا شايفين في المقدمة اتنين من المنتخب البحرين واثنين من المنتخب الجزائر واثنين من المغرب ولعب من فلسطين من سيفوز من سيتوج بالمديلية الزهبية حتى الان شايفين منافسة قوية جدا بين العدائين يلا يا ابطال عايزين نشاهد مصابة قوية جدا خلاص اخر لفة سوف نشاهد انطلاق قوية جدا من العدائين والبحرين في المقدمة والجزائر والمغرب من سيفوز زي ما احنا شايفينا اللعب الجزائر في المقدمة يلي البحرين يلي المغرب منافسة قوية جدا بين العدائين المقدمة بحرين جزائر المغرب البحرين زي ما احنا شايفين الثلاثة في المقدمة حتى الان منفسة قوية جدا اخر 300 متر زي ما احنا شايفين منفسة قوية جدا البحرين الجزائر البحرين المغرب من سيفوز بالزعب من سيفوز وفي المقدمة كمان عدى اللعب المغربي في المركز الثالث وفي المركز الاول البحرين البحرين الجزائر البحرين والجزائر عدى 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 منافسة قوية جدا بين اخر اتنين لعيبة منافسة قوية جدا وفنش قوي جدا لللاعب المغربي المركز الاول البحرين 14 21 المركز الثاني المغرب 14 23 المركز الثالث الجزائر 14 23 المركز الرابع البحرين 14 24 المركز الخامس الجزائر 14 27 زي ما احنا شايفين اخر 100 متر فصلنا اللاعب المغربي فينش قوي جدا للغاية المركز الثالث فلسطين 14 27 المركز السابع المغرب 14 29 المركز الثامن 14 26 بالتوفيه لجميع ان شاء الله لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق مع تحيات كابتن وليد عبدالغني اسم القناة على اليوتيوب اسبرين تلعب القوة برجاء الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد منافسة قوية جدا سباق قوي جدا للغاية نتيجة السباق 5000 متر رجال نهائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة